السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة الوصفة اليوم هي وصفة مغربية الباسارة الجديد فيها اليوم انا اريدكم الباسارة بشلبانة يابسة او البازيلة المجففة ستشوفو انا جبت البازيلة تقريبا 250 جرام مغسولة مسبقا غسلتها وقترتها مزيان بتجيبها تشكل كي الناس اللي تبيتوها من قوعة انا خليتها فقط اغسلتها تالاخر لحظة عندي بسطلة مبشورة عندي ثلاثة سوس ديال التوم عندي الملح والزنجابيل الفلفل اسود والكمون وعندي نصف كاس ديال زيت الزيتون هذه هي المكونات سهلة وبسيطة غادي ندوز مباشرة غادي ناخد جلبانة ديالي او البازيلة نديرها في طنجرة ندير عليها بصلة صغيرة مفرومة ثلاثة الدروس ديالتوم سليمة لاننا غادي نطحنوها ثم التوابل اللي هي الملح والفلفل الاسود والكمون والزنجابيل غادي نخلط كل شي حتى يتمازج ثم غادي نضيف له الماء الكافي ونخليه طيب فوق النار مباشرة من بعد ما طيب جلبانة ديالي او البواكاسي احنا نسميها البواكاسي فمن بعد ما ترطي بتنخلطها ممكن نديروها في خلاط ولكن عندنا هاد المكسر كان افضل فاللكن عندنا هاد المكسر متوفر فاحنا تنمكسيوها وسط الطنجرة بحيث تتخلط في المكان ديالها وهكايا غادي تكون جاهزة من بعد ما نخلطها نخليوها تغلي 1-5 دقائق ثم غادي نقدموها وهذا طبق التقديم فقدمناها ومع قليل من زيت الزيتون رشة فلفل حار حسب الطوق ورشة كامون تقدم مع الخبز نتمنى تجربوها ونتلقى الفيديو مقبل بإذن الله شكرا 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 شكرا